اشتركوا في القناة في تقريرها الاحصائي اليوم الجمعة ان مشافي قطاع غزة تعاملت مع واحد وستين شهيدا ومائتين وواحد وثلاثين جريحا وارتفعت حصيلة حرب الابادة الاسرائيلية المستمرة على غزة منذ السابع من اكتوبر الى اثنين واربعين الفا ومائة وستة وعشرين شهيدا اضافة الى ثمانية وستين الفا ومائة وسبعة عشر مصابا بجروح متفاوتة في اليمن تتواصل المسيرات والتظاهرات التضامنية مع غزة والشعب الفلسطيني ضد ما يواجهه من عدوان اسرائيلي مستمر وشهدت مأرب وتعز وقفات عقب صلاة الجمعة استنكر المحتجون خلالها الصمت الدولي امام المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع المحاصر منذ عام كامل مطالبين الامم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة الضغوط الكافية لانهاء هذا العدوان البربري في اب كشفت مصادر محلية عن حصيلة باعداد المختطفين في التظاهر التي شهدتها المدينة يوم امس الخميس رفضا لمحاولات حوثية للسطو على استثمارات لنادي شعب اب الرياضي وذكرت المصادر ان الميليشيا اختطفت عشرة من المحتجين الذين تجمعوا امام مقر نادي الشعب وامام بوابة سوق الجملة وسط مدينة اب مشيرة الى ان من بين المختطفين ثلاثة تجار تواصلا للاحتفاء بالثورات اليمنية اقامت السفارة اليمنية في هولندا احتفالا بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والذكرى الواحدة والستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدتين وفي الحفل اكدت السفيرة سحر غانم على رمزية الاحتفال بثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين في ظل المنعطف التاريخي الخطير الذي تمر به اليمن من خلال عودة المشروع الامامي البغيض بنسخته الحوثية الايرانية لتمارس نفس الفضائع والجرائم بحق الوطن والشعب هذا واعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ان يوم الاثنين القادم اجازة رسمية بمناسبة العيد الواحد والستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة وتأتي احتفالات الشعب اليمني بثورة اكتوبر في جنوب الوطن كتجسيد عملي للوحدة الوطنية والمصير المشترك حيث اندلعت بعد عام واحد من القضاء على الامامة في السادس والعشرين من سبتمبر لعام الف وتسعمائة واثنين وستين في شمال الوطن نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة